موسيقى 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 كل عام وأنتم بخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى أسبوع الصحافة وإليكم العناوين القدس العربي التحالف يقلص عدد المستشارين العسكريين ويسلم مواقع للقوات العراقية تتساءل العرب اللندنية هل يثني سلاح الميليشيات مصطفى الكاظمي عن محاولة الإصلاح؟ العربي الجديد ضحايا بين المتظاهرين في بغداد وحكومة الكاظمي تعيد بالتحقيق في تقرير للقبس الكويتية ازدياد التوتر والمنطقة على صفيح ساخن من المقالات يكتب جاسم الصفار في المدى العراقية نحو عالم متعدد الأقطاب ويكتب أيمن سمير في البيان الإماراتية حرب القنصليات والمواجهة العسكرية فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل قالت صحيفة القدس العربي إن التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة قلص عدد المستشارين العسكريين وسلم مواقع للقوات العراقية وأعلن عن بدء مرحلة جديدة من مهماته الاستشارية في العراق وأن مجموعة المستشارين العسكريين ستكون أصغر حجما وبقدرات متخصصة من الخبراء لتقديم المشورة أكدت صحيفة المراقب العراقي أنه بعد فشل المرحلة الأولى من الحوار الاستراتيجي فإن حكومة الكاظمي تساق إلى مرحلة ثانية مضيفة على الرغم من الترويج الإعلامي الكبير الذي رافق المفاوضات في الجولة الأولى إلا أنها إملاءات أمريكية فرضت على العراق من خلال مجموعة شروط وضعتها الولايات المتحدة وألزمت حكومة الكاظمي بتنفيذها تتساءل صحيفة العرب اللندنية هل يثني سلاح الميليشيات مصطفى الكاظمي عن محاولة الإصلاح وتكمل الصحيفة تتعمق الشكوك في العراق بشأن تمكن السلطات من وضع حد لعمليات الاختطاف والاغتيال التي لا ترتبط فقط بفوضى السلاح السائدة في البلاد بل لها علاقة وثيقة بأهداف سياسية لجهات قوية ونافذة تعمل على توجيه دفة الحكم والسلطة اتخاذ القرار في العراق وفق أجندة معينة تتجاوز حدود البلد إلى إيران من عنوين العربي الجديد اللندنية ضحايا بين المتظاهرين في بغداد وحكومة الكاظمي تعيد بالتحقيق وتنقل الصحيفة عن أطباء وناشطين عراقيين قولهم إن قوات حكومية استفزت المتظاهرين في ساحة التحرير ومنعتهم من تنظيم احتجاج ضد ترد التيار الكهربائي واستخدمت الرصاص الحي والغاز المسير للدموع ونكلت بعدد منهم بالضرب ومنعت سيارات الإسعاف من التقدم للمكان ما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة اثنين عشر آخرين وأبدى المتظاهرون عدم ثقتهم بالوعود الحكومية بالتحقيق في الأحداث لأنها لم تجرؤ على حسم أي من الملفات السابقة المتعلقة بقتل وخطف وترهيب المتظاهرين على الرغم من مرور أكثر من ثمانين يوما على توليها السلطة وتنقل أخبار الخليج البحرينية عن مصادر عراقية الناشطة الألمانية تم إطلاقها مقابل محتجز إيراني وذلك في صفقة بين الحكومة العراقية وفصيل مسلح وتم العثور على المختطف هيلاميفس في منزل بمنطقة الرصافة التي تعد مرتعا للميليشيات المسلحة وبينت المصادر أن فصيلا مسلحا مدعوما من إيران هو من اختطف الناشطة الألمانية وذلك للضغط على حكومة الكاظمي لإطلاق سراح عنصر إيراني تم اعتقاله في عملية الدورة وإحراج الكاظمي وإظهاره ضعيفا وغير قادر على إدارة الملف الأمني وفي تقرير لصحيفة القبس الكويتية ازدياد التوتر والمنطقة على صفيح ساخن ورأت القبس أن اعتراض المقاتلتين الأمريكيتين للطائرة الإيرانية فوق السماء سوريا جاء ليرفع حالة التوتر في المنطقة ما أثار المخاوف من احتمال تفجر حرب قريبا ويرى محللون أن اعتراض المقاتلتين للطائرة فوق قاعدة التنف السورية يبعث برسالة حازمة من واشنطن إلى طهران مفادها أن القواعد الأمريكية في المنطقة خطوط حمراء وأن أي تهديد سيواجه فورا أما الآن فأنقلكم مشاهدين إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في زاوية مقالات تكتب ولاء السامراء في العربي الجديد اللندنية هذه الوعود الدولية بالمساعدات في العراق تقول السامراء المشهد السياسي العراقي عوادنا بأنه مع كل حكومة تتشكل سترافقها حملة تجميلية واسعة لتسويقها للشعب العراقي مع جملة من الوعود ومنها المساعدات الأوروبية والأمريكية مضيفة دول المساعدات تقف بالضد من ساحات التحرير ومن مطالب الشعب العراقي بالحرية واستعادة العراق لأنها تريد إنقاذ الفساد والتدمير أما شباب العراق فمتأهب وله مطالب تجذرت في وجدان كل عراقي من عمق الألام التي كابدها منذ 17 عاما ويكتب جاسم الصفار في المدى العراقية نحو عالم متعدد الأقطاب ويرى الصفار أن العودة إلى نفس النظام العالمي الذي كان سائدا قبل بداية هذا العام أصبح مستحيلا لأسباب موضوعية ومن المرجح أن تبقى بعض العناصر من النظام العالمي ولكن الحفاظ على النظام بأكمله بات ضربا من الخيال ويضيف الصفار يحاول اللاعبون في النظام العالمي إبطاء وطيرة التغيير والاستمرار بالتصعيد الأمريكي الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي ويكتب أيمن سمير في البيان الإماراتية حرب القنصليات والمواجهة العسكرية ويرى الكاتب أنه ليس من أهداف واشنطن الدخول في حرب مع بكين لكنها تعمل منذ فترة طويلة على بناء تحالف عالمي يقف في وجه الطموحات الاقتصادية والعسكرية الصينية ويبدأ هذا التحالف من جيران الصين في جنوب شرق آسيا أصولا لأوروبا وكندا والهدف الأمريكي من كل هذه التحركات هو جلوس الصين على مائدة التفاوض وأمامها ثلاثة خيارات إما الدخول ضمن المنظومة العالمية الأمريكية أو التعايش مع حرب باردة طويلة المدى أو الدخول في مواجهة عسكرية مشاهدين سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر سكايب من ولاية فلوريدا الأمريكية الدكتور وليد الراوي الباحث في الشأن العراقي أرجو تفضلكم بمتابعة الحوار أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب عبر سكايب من ولاية فلوريدا الأمريكية بالدكتور وليد الراوي الباحث في الشأن العراقي مرحبا بك دكتور وليد إلى هذا الحوار أهلا وسهلا بك بالبرنامج والقناة والمشاهدين الكرام أهلا بك نبدأ أولا من عنوان صحيفة القدس العربي اللندنية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقلص عدد المستشارين العسكريين ويسلم مواقع للقوات العراقية برأيك ما الغاية من هذه الخطوة؟ حقيقة من المعلوم هذا موضوع شوي أخير ركز عليه أنه الاجتماع الذي حدث في بغدار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين وكيب وزارة الخارجية الأمريكية ووكيب وزارة الخارجية العراقية لمناقشة موضوع الاتفاق الاستراتيجي الذي عقد من 2008 اعتمد على مسألتين المسألة الأولى الاتفاق الاستراتيجي والمسألة الثانية وهناك طلبين من الحكومة العراقية إلى الإدارة الأمريكية الأول رقم S214-404 والثاني S214-691 الأول في 25 حزيران والثاني في 20 سبتمبر لإسناد القوات العراقية لقتال تنظيم داعش إذن وجود الأمريكان كان لهذه الغاية ليس البقاء دائم وليس بناء قواعد دائمة إنما الغاية هو حفظ الأمن قتال داعش وبالتالي الانسحاب غالبية القطاعات من القواعد والإبقاء على قاعدتين رئيسية اللي يحرير في أربيل وعين الأسد في العراق واللاحظ الآن هناك تسليم بعض القواعد وخصوصا القريبة إلى بغداد الأمر الآخر بقاءهم حيكون لجانب التدريب والاستشارة نعم ننتقل دكتور وليد إلى صحيفة المراقب العراقي هناك عنوان بعد فشل المرحلة الأولى حكومة الكاظمي تساق إلى مرحلة ثانية من الحوار الاستراتيجي ما مخرجات هكذا حوار؟ يعني في الحوار الأول نقشت قضايا اقتصاد والطابع ونقشت قضايا السياسية ونقشت القضايا الأمنية والعسكرية وحتى الجوانب الثقافية لأنه أنت تعرف الاتفاقية التي صارت في 2008 هي ليس فقط في الجانب العسكري بها جوانب مالية وبها جوانب العلاقة بالثقافية مثلا تسليم التراث العراقي اللي سرق أو المواد اللي إعلاقها بالمساحف والتراث بالبعال هذه بالاتفاق الأول وقير في تسليمها فأنا متوقع أنه هو طبعا حوار الجزء الثاني اللي كان من المؤمنة تكون بجولاي يعني في هذا الشهر بس أتوقع أجلة في الحوار الأول ركزوا على استقلالية العراق والإصلاح السياسي متطلبات المتظاهرين هذه كلها تم التباحث عليها نعم نتحول دكتور وليد إلى صحيفة العرب اللندنية حيث تتساءل هل يثني سلاح الميليشيات مصطفى الكاظمي عن محاولة الإصلاح ووضع حد لعمليات الاختطاف والاغتيال التي لا ترتبط فقط بفوضى السلاح السائدة في البلاد لكن لها علاقة وثيقة بخلفيات وأهداف سياسية برأيك هل يستطيع الكاظمي إيقاف مسلسل الاختطاف والاغتيال في العراق طبعاً هذه أنا عندي كتاب صدر عنها بضافة للمرحوم الشهيد هاشمي ركز عليه 69 ميليشية أكثر من 24 ميليشية تعتبر ولائية أي موالية إلى نظرية ولاية الفقية وخامل عي وهذه لا تأتمر بأوامر الدولة قسم منعدها جزء منها حطت لواءين بالحشد وبقية القوة خارج قهيئة الحشد ولا تأتمر بأمرتها فهي أقوى من الدولة والرئيس الحكومة ليس لديها القطرة لا سيطرة على السلاح المنفلت ولا إيقاف مسلسل الاختيال والدليل حد الآن لم يوجد من هو من الجهة التي قامت في اختيال الشهيد الهاشمي نعم من عنوين صحيفة العربي الجديد اللندنية ضحايا بين المتظاهرين في بغداد وحكومة الكاظمي تعيد بالتحقيق الصحيفة تنقل استفزاز القوات الحكومية للمتظاهرين في ساحة التحرير محاولة منعهم من تنظيم احتجاج ضد ترد التيار الكهربائي برأيك لماذا دائما تنتهج القوات الحكومية لغة القمع مع المتظاهرين السلميين نحن نرجع قليلا إلى تصريح وزير الدفاع السابق رجاح الشمبري وكيف قال أنه هناك طرف سمي طرف الثالث رأيك الوزاع سمي بطرف الثالث ولذلك بعض القوات الأمنية التي مارست الأعمال العنف المفرد ضد المتظاهرين هي قوات مخترقة أساسا من الميليشيا وبالتالي نفذت سياسة الميليشيا ضد المتظاهرين السلميين تحت غطاء أنها هي جزء من القوات الأمنية إنما هي حقيقة هي موالية إلى الميليشيات والأجندات المعروفة التي قطت عليها طرف الثالث وهي معروف من هي هذه الميليشيات التي قامت بضرر متظاهرين هذا الجانب الجانب الآخر نعم في بعض الحالات حاولت هذه القوات الميليشيات عندما شاهدت الميليشيات أنه القوات الأمنية حاولت أنه فعلا تحقي المتظاهر وأن تكون التظاهرات هي تظاهرات سلمية ولم تعتذب بالعنف حاولت أن تثير المشاكل بأن تضرب بين المتظاهرين وتضرب القوات الأمنية في سن الوقت لغرض إثارة المشاكل بين القوات الأمنية والشعب صحيفة أخبار الخليج البحرينية تنقل عن مصادر عراقية الناشطة الألمانية تم إطلاقها مقابل محتجز إيراني تم اعتقاله في عملية الدورة وذلك في صفقة بين الحكومة العراقية وفصيل مسلح ما الهدف من الصفقات المستمرة بين الحكومة والميليشيات نحن هناك حادثة أشهر من حقيقة المختطفة الألمانية وكلنا ذكر المختطفين القطريين اللي خطفوا بالسماوة وثم دفعت قطر مليار دولار كاش وكان سليماني وأبو مهد المهندس وقادة الميليشيات هم عرابي هذه الصفقة وكان الحرس التوري على تواصل يومي مع المختطفين والقطريين إضافة القطريين للوصول إلى هذه النتيجة موضوع الحقيقة لحد الآن هناك لبس وغموث في موضوع الصحفية الألمانية أول مرة القنوات الفضائية اللي قريبة تتابع الميليشيات قالت أنه هذه دخلت بشكل غير رسمي ثم في اليوم الثاني أعلنت وثائقها أنها جاية رسمية وحتى لنفرض أنه دخلت بغير رسمية هناك الشرطة العراقية يمكن تلقي القبض على أي إنسان يخالف ضوابط الإقامة في العراق هذا الأمر الأمر الآخر ذكر أنه موضوع الفدية مقابل الضابط الإيراني اللي يعتقل في عملية الدورة والأمر الآخر اللي أنا أعتقده لحد الآن الصورة ضباضية يعني ما صار إعلان أتوقع هي رجعت إلى ألمانيا ومن المؤكد هنتعقد مؤتمر صحفي للحديث عن هذا الموضوع بس أنا أتوقع هذا الموضوع كان واختطافها ليس لموضوع الضابط الإيراني لأنه لم يصد دلال عليه إنما هناك إجراءات اتخذتها الحكومة الألمانية باعتبار ميليشيا حزب الله اللبنانية هي ميليشيا أرهابية وقامت قبل عشر تيام بإعقاف تحويلات مالية من ألمانيا إلى حزب الله اللبناني وبالتالي أتوقع هذه العملية تقرير لصحيفة القبس الكويتية تحت عنوان ازدياد التوتر والمنطقة على صفيح ساخن الصحيفة رأت أن اعتراض المقاتلتين الأمريكيتين لطائرة الإيرانية فوق سماء سوريا جاء ليرفع حالة التوتر في المنطقة ما أثر مخاوف من احتمال تفجر حرب قريبا ما الرسائل التي تريد أمريكا توجيهها لإيران عبر هذه العملية برأيك حقيقة هذه العملية بيها جوانب فنية أول مسألة أنه خطوط ماهان التابع للحرس الدوري هذه على قائمة الأرهاب الدولية اثنين هاي الخطوط الجوية هي من تنقل الأسلحة والمعدات إلى ميليشيا حزب الله اللبناني إنما اعتراض الطائرات الأمريكية عادة وهي صارت في حوادث التاريخ المعاصر عندما هناك إسرائيل مرخ تطفى الطائرة عراقية بالسبعينات اللي أنه شاكين أنه كانت قيادات فتح فيها هذه الحقيقة تصريح الأمريكي تقول أن هذه الطائرة كونها تابعة للحرس الدولي وهي مدنية طبعا مرة فوق منطقة التنف اللي هي منطقة عسكرية أمريكية والتالي اتقربت لها طائرة لمسافة ألف متر لغرض إبعادة عن هذه المنطقة والله يلو عملية خلو نقول لغرض تفتيشها كان تم إجبارها وإنزالها في أحد القواعد الأمريكية القريبة لين الرسالة الأمريكية لإيران هي هناك رسالة أعمق من هذه وأوضح من هذه وأكثر مباشرة يعني موضوع الأكثر من مرة صارفة احتكاك بالخليج العربي مناورات الأمريكية قبل شهر في في خليج العربي فبعدين تصريحات علنية فهناك رسالة متعددة أما موضوع الطائرة ماهان هي موضوع فني إلى علاقة بأنه مرورة في منطقة تعتبرها القوات الأمريكية محظورة ولذلك حاودة أبعادها من المقالات يكتب جاسم الصفار في صحيفة المدى العراقية نحو عالم متعدد الأقطاب يرى الكاتب أن العودة إلى نفس النظام العالمي الذي كان سائدا قبل بداية هذا العام أصبح مستحيلا وذلك لأسباب موضوعية ما هذه الأسباب الموضوعية برأيك حقيقة كنا نعلم بعد سقوط السوائتي أصبح هناك قطب واحد منفرد هو أمريكا وبالتالي نشوف كيف صارت قراراتها تجاه أغانستان تجاه إحتلال العراق لأنه القطبية المتفردة حقيقة روسيا في ظل إدارة بوتين بدأ ينبو القطب الروسي موسر في سوائزة لذلك تدخل في سوريا تدخل الآن في ليبيا حاول أن يتقرب وينشأ قواعد في المحنة في المطرق إذن القطبية المنفردة انتهت هناك القطب الأمريكي والقطب الأوروبي أيضا وهناك القطب الروسي وهناك القطب الصيني بدأ يظهر بالرغم من القطب الصيني سمة اقتصادية أكثر ما هي سمة عسكرية ثلاثة أنه بعد كورونا وهذا ما أصاب العالم من شلل اقتصادي أثر الكي تكون هناك أجمعات بين بعض الدول أو أن مواجهة هذا الخطب التاهم للعالم ستنشأ محاور إضافية قد تكون ليس محاور سياسية قد تكون محاور علمية أو طبية أو إنسانية نعم في صحيفة البيان الإماراتية يكتب أيمن سمير حرب القنصريات والمواجهة العسكرية ويرى الكاتب أن الهدف الأمريكي القادم هو جلوس الصين على مائدة التفاوض وأمامها ثلاثة خيارات الأول الدخول ضمن المنظومة العالمية الأمريكية والثاني التعايش مع حرب باردة طويلة المدى والثالث الدخول في مواجهة عسكرية بأي من هذه الخيارات ستقبل الصين برأيك موضوع الخيار العسكري هذا يعني بعيد جدا هذا الموضوع دمار دولتين دولتين نووية دولتين قدرة عسكرية هائلة إنما المنافسة ستكون اقتصادية بس أنا أحب أذكر أنه حجم التبادل التجاري بين أمريكا والصين 648.2 مليار دولار ثلاثة النقطة الثانية إنه الاستثمارات الصينية في أمريكا هي أكثر من الاستثمارات الأمريكية في الصين بالرغم من قلت بتأثير كورونا وخصوصا بعد نهاية عام 2017 2020 ستكون هناك منافسة اقتصادية كبيرة جدا هذا الأمر الأول مثل ما جلسوا سابقا لحوارات وتفاهمات اقتصادية سيجلسون مستقبلا إنما صراع عسكري هذا بعيد جدا بالرغم من أنه أمريكا الآن خلنقول ثلاثة محاور مهمة تؤثر بها على السياسة الصينية أولا موضوع كورونا والتهام هذه الأمر الأول الأمر الثاني موضوع من كونغ موضوع الاستقلال الحقوداتي وموضوع ثالث بدأ أمريكا الآن تطرح أنه مساندة شعب المسلم دكتور بعجالة وقبل الختام هل سيؤثر ذلك على رصيد ترامب في الانتخابات الأمريكية المرتقبة حقيقة أول مسألة المشاهد الكريم يعرف أولا وظائف هذه الحكومة قد أمنت لوظائف ثنين التأمينات الصحية ثلاثة موضوع الضراء ومن بس الطبقة البع المتقفة أو طبقة السياسية تبحث عن تأثير العلاقات الخارجية على الاتخابات الأمريكية عندما نلاحظ أنه في زمن الرئيس ترامب يعني لحد الآن صرف أكثر من 220 مليار دولار مساعدات مالية نقضية إلى الذين قلت وظائفهم 220 مليار ثلاثة دفع لأحد المختبرات أكثر من 500 مليون دولار واليوم أعلن اليوم أعلن رئيس ترامب أنه دخلوا المرحلة الثافية من إيجاد العقار في زمن ترامب قبل كورونا زادت نسبة الوظائف هنا الجوبش يعني بدأت التوفر لذلك هذه الأمور الأساسية اللي المواطن الأمريكي بحق عنها وليتأثر على الانتخابات نعم هناك اتهام للصين أنه مسبب لهذا الوباء اتهام لإيران لأنه تقود الأرهاب على المستوى العالمي إلى تأثير أيضا على مستقبل الانتخابات الانتخابات نعم في ختام اللقاء أشكرك دكتور وليد الشكر جزيل كنت معنا من ولاية فلوريدا الأمريكية عبر سكايب شكرا جزيلا لك أهلا وسلم تشرفنا شكرا جزيلا على السلام مشاهدنا كان معنا عبر سكايب من ولاية فلوريدا الأمريكية دكتور وليد الراوي الباحث في الشأن العراقي حتى ألتقيكم مشاهدين في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة لكم أحلى الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا